اشتركوا في القناة او العديد من الاصدقاء الذين بامكانهم تحميل التطبيقات التي تقترحها عليهم فهذا الموقع سيفيدك جدا في ربح المال من خلال اقتراح بعض البرامج والتطبيقات الموتوقة اذا دعونا نتعرف على طريقة التسجيل في الموقع وكذلك طريقة تسبيق البرامج والتطبيقات بعد هذا الفاصل اذا كل ما عليك القيام به هو الدخول الى الموقع من خلال الرابط الذي سوف تجده داخل تدوينة خاصة بهذا الدرس وطبعا رابط التدوينة اسفل فيديو في الوصف اذا كنت على موقع يوتيوب مباشرة بعد الانتقال الى هذه الصفحة يكفي فقط ان تقوم بالضغط على مباشرة بعد ذلك سوف يتم نقلك الى الصفحة الخاصة بالتسجيل هناك طريقتين للتسجيل الطريقة الاولى هي عبر حسابك على الفيسبوك او جوجل بلوس او هناك الطريقة التقليدية عبر ادخال معلوماتك في هذه الحقول مباشرة بعد ذلك تقوم بالضغط على create my account وهكذا سوف تقوم بانشاء حسابك على هذا الموقع اذا بعد التسجيل في الموقع سوف يفتح معك صفحة بهذا الشكل وسوف تقوم بالضغط على next ثم تقوم باختيار احدى هذه الخيارات على سبيل المدال media buyer كما تشاهد ثم تضغط على next ثم هنا تقوم باختيار العملة التي تريد ان تحصل بها على المال سواء الدولار او الاورو تقوم فقط باختيار الدولار او الاورو ثم تضغط على next هنا تقوم بالضغط على هذا الخيار ثم next ثم هنا تقوم باختيار القارة التي تسكن فيها هنا مثلا اختار افريكا مثلا ثم next هنا تقوم باختيار 100 الى 500 دولار كما تشاهد ثم تضغط على next هنا تضغط على go وهكذا تفتح معك واجهة الموقع او واجهة حسابك على هذا الموقع اذا اذا كنت تريد ان تقوم بالتسويق لاحدى التطبيقات ما عليك سواء الضغط على هذا الخيار كما تشاهد offers مباشرة بعد ذلك سوف يفتح معك مجموعة من التطبيقات كما تشاهد او البرامج يعني الخاصة بالهواتف كما تشاهد اذا كل التطبيق هنا لديه 8 معين كما تشاهد مثلا هذا التطبيق هناك 5.6 دولار كما تشاهد وهنا 5.6 هنا 6.21 وهناك تطبيقات هنا ايضا مرتفعة 8 كما تشاهد مثلا 10.65 هناك 19.52 دولار كما تشاهد وهناك اتمنى مختلفة اذا كل شخص سوف يقوم بتحميل وتثبيت هذا التطبيق سوف تحصل على 19 دولارا على كل شخص اذا ما عليك اذا كنت تريد ان تقوم بالتسويق لهذا التطبيق ما عليك سواء الضغط على apply now ثم مباشرة هنا تقوم باختيار المكان الذي ستقوم او كيفية تسويق هذا التطبيق مثلا اذا كنت تريد ان تقوم بتسويقه على الفيسبوك تقوم بكتابة فيسبوك على سبيل المثال اذا كنت تريد ان تقوم بتسويقه عبر موقعك الشخصي تقوم بكتابة مثلا my website على سبيل المثال بهذا الشكل اذا هنا اذا كنت تريد ان تقوم بالحصول على banner اذا كنت تريد ان تقوم بوضع banner او اعلان على موقعك تقوم بترك العلامة في yes اما اذا كنت تريد ان تقوم بالحصول على رابط فقط من اجل تسويقه تقوم بترك العلامة في no هنا تقوم بالضغط للموافقة وتضغط على apply مباشرة بعد ذلك كما تشاهد الآن يتم مراجعة عملية أو مراجعة حسابك أو طلبك للرابط من أجل تسويق هذا التطبيق مباشرة بعد ذلك سوف تحصل على التطبيق أو على الرابط من خلاله تقوم بتسويقه لأصدقائك أو متابعينك وأي شخص سوف يقوم بتتبيد أو تحميل التطبيق على هاتفه سوف تحصل على 19 دولارا على كل شخص إذن هذا هو التطبيق تستطيع أن تقوم باختيار عدد لا متنهي من التطبيقات وتستطيع أن تقوم بتسويقها سواء على حسابك فيسبوك على تويتر أو على موقعك الشخصي إذن هذا هو الموقع أتمنى من صميم القلب أن يكون قد نال إعجابكم وقد استفدتم منه كان معكم كالعادة عليك عيش لا تنسوا اشترك في قناتي على اليوتيوب وكذلك زيارة كفة حساباتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا زيارة مدونة رسمية للمزيد من الدروس والشروحات مدونة مجهول معلوماتي anoninfoprof.com دمتم في أمان الله وإلى اللقاء إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة